السلام عليكم ورحمة الله شكرا على المتابعة شكرا على الوفا كل يوم العدد المتابعين في ارتفاع تمنى نكون عند حسن ظنكم نحاول نعطيكم المعلومة الصحيحة وخاصة في الوقت لأن نعيشوا في هذا لأن الجزائر فيها تعتيم إعلامي لا مثيلة له في العالم الكامل لا يوجد ذولة لرئيسها مريض يتعالجه ويقوله كيف يتعالجه وكيف يتعالجه وكيف يتعالجه وكيف يتعالجه غير جزائر لتشرف فيها هذا الشيء معني نحاول نعطيهم المعلومة صحيحة ونعطيهم التحليل مبنية على معطيات موضوعية لأن التحليل إذا بنية على معطيات غير موضوعية يعني معطيات ذاتية حسب ما نحبها لا تكون يكون غير هذا التحليل وهناك هناك نسحين لا يعجبهم لحالة لما تقولوا لهم لا يعجبهم القضية لا يكون قضية نعجب أو لا نعطيها لك تحليل سمعت حسب معطيات متوفرة لها ممكن كان بعد معطيات لما هي متوفرة لها ولكن نعطيك حسن معطيات متوفرة لها ونعطيك لأنك تدير فكرة وممكن أن تكون معطيات أخرى تضيفهم وتخرج بتحليل أحسن وتخرج بنتيجة أحسن سمعت هذا هو المهم اليوم الموضوع التعالي ما كان لا تحليل لولو فيه خبر يعني وفيه تذكير بأشياء صارت هذه خمس سنين واليوم راي عاود تخرجت إلى الساحة من ضمن هذه الأمور هذه قضية تمويل فيلم الأخوات الثلاث لإخرجته يمينة بن جيجي وزير ثقافة فرنسية سابقا ومخرجة سينمائية فرنسية هذه المخرجة استفادت من مليون وربعمائة ألف أورو بعثها لها سي عزدي نيهوبي بصفة وزير ثقافة على ثلاث دفعات طبعا هذا الشي ممنوع خاصة أنه الفيلم فرنسي مية بالمية موجه إلى جمهور فرنسي ما هو شراح يعني يعرض في الجزير والجزير ما استفد منه ولا شي فرنسي في عين فيه مخرجين جزائريين اللي مقدمين مشاريع تعفلام من كل أنواع من الفيلم التاريخي للفيلم الهزلي ما كانش اللي يشوف معه كيفاش مول هذا ميهوبي مول الفيلم بنقيقي بنقيقي لما جات دي الفيلم دي الفيلم دي الأخوات الثلاث اللي تخوى شخ تحوص طبعا كل منتج وكل مخرج تحوص على تمويل ضبرت عنها إذا بلا جاني إذا بلا جاني تلعب في الفيلم يعني يعني هي رح يعني معنية قلت لا رح في الجزير يمونوك وين نروح قد أروح في ساعد بودفريقة قد حلبها باللي الراجل اللي في يدو كل شي هو ساعد بودفريقة أمسا تستقبلوها واحد الاستقبال زور سيارات ليموزين غارد كور حارس أقدار رئيس دولة استقبال تعرأ يا عمره ما كانت ننتظر هذا الاستقبال هذا يزو يدوها لتباز يحمسوا بها يدوها لبويرة مسقط رأسها وين هي زيدة يعني دارونها واحد الهيلة من وتكمل بمصرفها الساعد بودفريقة يرى في التليفون الوزير الثقافة اللي هو عزدين ميهوبي ويقول له جيلي كيمينة بنجيجي واعطيرها شي اللي يطلب تلتموين الفيلم طبعا للناس اللي ما يعرفوش عزدين ميهوبي هو صناعة ساعد بودفريقة هذا اللي يقول كدير جزيرة جديدة حابين يرشحوه للرئاسيات ساعد 2019 هو صناعة ساعد بودفريقة جابوا ورغوه وقالوا هذا من ناش ياخذ الرأي لأنه في الجزائر مقياس تعيين المشؤول ماش الكفاءة المقياس هو ياخذ الرأي إلي أوبيسان هذا هو اللي كليتر دو ديزينا 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 عينو مو دير إذاع الواطني ياو بشوية بشوية سا برحو وزير ومبعد الوزير هدايا يكتب ل كاتب عند جنرال بوعزة و هو وزير وعند بوعلام ماضي وهو وزير يحتاج ويكتب حاجة بالعربية يعيط ومبعد لما لقيت صالح عاد يطلب يكتب الخطب ويطلب من النماضي بوعلام لكي يكتب له لأنه هو المدير التوجيه والإعلام لمزارة الدفاع اللي كانت محافظة السياسية هذه هي اسم التي نعرفها لا يمكن أن يكتب معرب ويطلب محافظة رومية يقول أنه يمكن أن يكتب لكن يكتب ويطلب عزم صاحبه يجب ويكتب لي ويطلب هذا ما نسمح في الترم لترم 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 في الترم الذي يكتب في الفرنسي الذي يكتب الوحد داخل وليس يسموه ناقر وفي كل دور النشر تصيب هذا الناقر يخرص عندهم قلم شباب ولكن لا يسمونه لا يستطيع صاحب كتاب لا يستطيع أفكار لا يستطيع قلم شباب هذا يعطوهم يكتب للناس هذا هو الدول التي كان يقوم بها مع جنرال تصور وزير وزير يعمل يعمل يكتب عند جنرال سوريا في الدول التي تقدم في الدول التي تحضرها جنرال في كاثيرنا جنرال في كاثيرنا وزير 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 هذا في كاثير يدخل من كاثيرنا سي terminate هذا بالشهر نرجو لحكاية المليون و 400 يعيط له ساعدة في لقاء يقول له هاي الجيدي كيف ترونها عنده أوكي في القانون وهو ما يقول أنك متقدرست تعطي التمويل تعفيلم إذا ما عدش سيناريو على لجنة القراءة من كوميسان ديكتور ولي كيف لو كوميسان ديكتور ليه رجل تعمى بادي وما كاش معه اللعب يعني باش جي توسعوه لا ما كاش هذي وش يديرو يمدوا لجنة القراءة اللي فيها الطهرب وكل يمدوا هذي يقرأوا يرفضوا السيناريو يقولوا لا هذا السيناريو ماهوش مليح سمعتو ما ما لا تقبلوه حسدين من يهوبي عاية لساعد بوتفليقة ويقولوا يا والدي رم الجماعة يرفضوا لي نحبوش السيناريو يقولوا حاوزهم حاوزهم ما ياخدوش الرأي حاوزهم يحاوزهم ويجيب جماعة اللي هو إنعم سيدي جابهم ووافقوا أبعث المليون وربعمائة على ثلاث مرات اللي بيش تبعث دراهم خافت يعني هذه ما كلا نكر اسمها سمعت هذه كانت مديرة المركز الجزائري للتنمية للتنمية السينمائية والسينماتوغرافية خافت ترى يا بليج شيء اللي قال غير شرعي غير قانوني حاوزها حاوز حاوز برك هكذا يديو حاوز ويبعتوا لها المدينة العربعمائية وبقات الأمور تمشي هكذاك في عدد أفلام نشوفوه مثلا نفتا أحمد باي كيفاش كسلوا البوجي أبعث ثلاثمائة ألف أرون لساميرا حد جيلاني دراهم تمشي دراهم تخرج نعم وسيخونا يكتب دي سوبرات ويكتب دي السيناريو وتع أفلام وهو كلها ياخدها من أدروة تاقوش ويعطي ممكن أن أحدا كصاحبه الذي كان من عمه الذي كان مندير ثقافة عم سيله وسبعبا رمضان وبعد ذلك يدخلوا ذلك ويحبسهم يحكموا ليه في ثلاث شهور يحكموا ليه في ثلاث شهور كما قالوا داروا لعام دار السيناري في ثلاث شهور يدير سبعبا رمضان سبعبا رمضان يدير سبعبا رمضان صاحب هذا أستيم يهوبي لذلك الأمور الملفات غدوزين تبدوله ملف وحد آخر لعزدي يهوبي سعاد الملفات راهي ثقيلة عليه عصي عزدي يهوبي كان عنده يعني خيط صحيح شاد فيه هو جنرال بوعزة اللي يرى يوم في الحبس واللي كان راح يرشح الرئاسة الجمهورية وراح يقريب وصل الرئاسة الجمهورية سعره إذا كان سيدي يكون رئيس جمهورية سعره لكون رئيس جمهورية نراه في الحبس لا تريد على علاق لا تريد عن علاق برطبة جمهورية الملفات لا يفيد ودخل سعره فرصة في السبالة وفي الحبس لا يرد يقريب هذا لا يقريب خلاص إذا كانوا يحب يتعنى كيف كان المشهور القيدي تهنينين هنيك كان معول يلعب بيه وكذا كان بوعزة وكأنه دائرين ميستة راح بوعزة راح الشخم راح قد ايقال ترميني ما يجيش يحوس عليه لذلك سابروح عريان ديوم لذلك سابروح عريان لذلك السنة ولا شويت نزالي عايت لقاضي التحقيق في القضية دي قضية التحقيق تكلموا عليها في السنة القادمة وقلوا اللهم اذر بالظالمين بالظالمين الفاسدين بالفاسدين ايه يكلوا بعضهم السلام عليكم ورحمة الله